من ريف إدلب معي مراسل أخبار الآن مصطفى الخلف مصطفى مساء الخير أي جديد فيما يتعلق بهذا الخبر فيما يتعلق بموضوع الحالات اللي وضع حرج نعم نعم بداية سترب مقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو التابعة لسلاح الجو الروسي تنوبت على قصف مناطق متفرقة من محافظة إدلب منذ فجر اليوم وحتى اللحظة أسفر ذلك بقصف عن وقوع أكثر من 15 قتيلة معظمهم من النساء والأطفال استهدفت المقاتلات الحربية الروسية قرية ترملة وبلدة فنقول وأيضا بلدة النقير وصولا إلى أطراف مدينة كفرنبل قبيل ساعات في ساعات الصباح الأولى استهدفت مقاتلة حربية بلدة الدولة بريف إدلب طبعا شمالي ريف إدلب الشمالي بثلاث غراج جوية استهدفت منازل المدنيين وعقب هذا الاستهداف عادة المقاتلة الحربية نفسها لتستهدف مشفى كفر تخاريم أو ما يسمى بمشفى وسيم حسينو هذا المشفى استهدفه بصاروخين وخرج عن الخدمة كليا بعد دمار كامل لقسم الإسعاف وتعطيل الهجنة الطبية داخل المشفى طبعا المشفى يخدم منطقة جغرافية واسعة جدا بريف إدلب الشمالي والغربي وهو المشفى الوحيد الذي تتم فيه عمليات الجراحة وهو المشفى الوحيد في المنطقة الذي يخدم منطقة كفر تخاريم وما حولها وناحية حارم وما حولها إذن هذا المشفى هو السادس مشفى يستهدف خلال شهر إبريل نيسان الجاري بعد أن تم استهداف كل من مشفى معارض النعمان الوطني ومشفى الرحمة بخان شيخون ومشفى الإخلاص في قرية شنان بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي والمشفى المركزي في قرية عابدين ومستوصف حيش عداد الضحايا إلى الآن عداد القتل إلى الآن لا يمكننا عطاء حصيلة نهائية تواصلنا مع فرق الإسعاف وفرق الدفاع المدني في منطقة كفر تخاريم وتحدثنا عن تأكيد بزيادة أو بارتفاع عدد القتلى نتيجة وجود حالات إلى الآن هي في غيبوبة وحالات طبية صعبة حتى هذه اللحظة هل يجب أن نعرف شيئا عن موقع مستشفى كفر تخاريم لنحاول أن نفهم على الأقل إذا ما بررت روسيا الاستهداف أم أنه استهداف مباشر يستهدف مباشرة المستشفى قلت لك أن بعد استهداف منطقة الدولة بربع ساعة إلى نصف ساعة تقريبا تم استهداف مشفى كفر تخاريم هنا يجب علينا أن نعرف أن المقاتلة الحربية أو من استهدف منطقة الدولة يعرف أن الجرحة والقتلة سيتم إسعافهم إلى مشفى كفر تخاريم لأنه المشفى الوحيد الذي يخدم المنطقة تم استباق موضوع حتى محاولة إنقاذ الجرحة شكرا جزيلا لك مصطفى الخلف اعذرني انتهى الوقت شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من ريف إدلب وراسي الأخبار الآن مصطفى الخلف